منذ تأسيسها قبل عقود خطت قوة دفاع البحرين خطوات كبيرة في البناء والتطوير في إطار الدعم والمساند المتواصلة التي تحظى بها من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة القائد الأعلى حفظه الله وبهذا التاريخ الحافل تحتفل البحرين في يوم الخامس من فبراير من كل عام بذكر تأسيس قوة الدفاع يستذكر من خلالها إنجازات هذا الصرح الشامخ لتكون مناسبة وطنية تحمل مكانة خاصة في قلوب البحرين في العام 1968 كانت البداية بداية لقوة منظمة عصرية حديثة حملت البحرين إسماً لتذود عنها ضد من تسول له نفسه المساس بطرف من ثوبها وسيادتها العربية المسلمة فقوة دفاع البحرين لها مجد لها فخر لها تاريخها الخصب ففي اللحظة التي وضعت لها اللبنة الأولى في عهد المغفور له بإذن الله الأمير الراحل الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه أخذت على عاتقها مهمة حماية إنجازات البحرين وحفظ مقدراتها ومكتسباتها وفي ذكرى التأسيس فإن حروف الأبجدية تتسابق لسوق الكلم وعرض المنجزات والتطورات البشرية والتقنية التي سهمت في الارتقاء بمنظومتها القتالية والتي جاءت بفضل الرعاية الملكية السامية من لدن جلالة الملك المفدى حفظه الله هذه الرعاية التي بنيت من خلالها اللبنات الأساسية لهذا الصرح الدفاعي الشامخ وترسخت دعائمه وعلت أركانه والتي بدأت بعد تخرج جلالة الملك المفدى من كلية مونز الحربية في المملكة المتحدة في العام 1968 وصدور الإرادتين الأميريتين في العام نفسه بتأسيس قوة الدفاع وتعيين جلالته قائدا لهذه القوة لتكون المراسيم إذان ببدء مرحلة جديدة من مراحل العمل والعطاء الوطني وليزال جلالته قائدها وحاديها حتى أصبحت قوة دفاع البحرين صرحا منيعا للدفاع عن الوطن وحمايته والمحافظة على أمنه وسلامة أراضيه تاريخ الخامس من فبراير من كل عام اختير لتحتفل البحرين بذكرى تأسيس قوة دفاع البحرين ولتكون مناسبة وطنية تحمل مكانتها الخاصة في قلوب البحرينيين مناسبة يستذكر فيها صولات وجولات هذه القوة الضاربة أبدا الدهر بسم لبدوي لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر